بعد مدة غلق منفاقة السنتين بسبب جائحة كورونا ها هي تفتح أبواب التسجيلات للعمرة أمام الجزائريين من جديد وهو الأمر الذي استحسنه أصحاب الوكالات السياحية هنا كنا في جائحة الكورونا سنتين بالضبط ما فيها أمل كان نصف الوكالات في الجزائر بإفلاس والآن الحمد لله رأي فتحت الأمر الحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى أن السلطات العلية للبلاد أتاحت الفرصة للعمرة في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله وقد بدأنا إجراءاتنا في اتصالاتنا بشركائنا في المملكة السعودية وفي خطوط طيران الحمد لله تمت شغف كبير من إخواننا المواطنين قرر إعادة فتح التسجيلة للعمرة أثلج صدور العديد من المشتاقين لزيارة بيت الله إلا أن الأسعار هذه المرة جاءت على غير العادة أسعار ماش في متناول الجامع كيلي مسكين راه مشتاق باش يشوف ذاك المكان رأي لم بره بعده روم بعد سيرته العمرة العمرة اللي قد تكون موسى آدم من طرف الدولة تمت إشكالات نعانيها هي خطوط الطيران التي لا تزال أثمانها فوق المستوى المطلوب يعني دون المستوى المطلوب يعني ما زالت مرتفعة تمت التأمين اللي زايد على التأمين العادي اللي هو تأمين كوفيد-19 هذا زايد على التأمين العادي تلوح تحجز الفندق فيه الضريبة الأسعار في الكندق تحجز الباسات فيه الضريبة وين تلوح كين الضريبة السعر زد ارتفع بعد غلق دام طويلا سيعود الجزائريون للإعتمار مجددا وخاصة حين يكون ذلك خلال شهر رمضان الفضيل اشتركوا في القناة